مشجع عراقي بعد أحداث اللي حدثت يوم الجمعة بسبب إلغاء مباراة القوة الجوية والزوراء اليوم اتفاجأنا بأنه مشجع عراقي قدم شكوى شوفونا ياه قدم شكوى إلى قاضي محكمة البداء في الرصافة كاتب بها أنه المدعي هو اسمه مصطفى نوزاد عارف من بغداد وكاتب محله الدار والزقاق المدعى عليه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم إضافة لوظيفته وزير الشباب والرياض إضافة لوظيفته جهة الدعوة كاتب أنه بتاريخ مصطعش ثلاثة يوم الجمعة تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه إضافة لوظيفته من خلال شراء تذكر الدخول إلى ملعب الشعب الدولي بقيمة 5000 دينار العائد إلى وزارة الشباب والرياضي لمشاهدة مباراة كرة قدم بين فريقي القوة الجوية والزوراء المنظمة من قبل رئيس الاتحاد أو الاتحاد العراقي لكرة القدم إضافة لوظيفته إلا أن المدعي عليه الأول والثاني لم يلتزما بإجراء المباراة أصوليا ولم يقوم بإعادة المبلغ المالي لشراء البطاقة بالرغم من عدم عرض المباراة لأسباب ليس لي دخلا فيها عليه أطالب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعي عليهما إضافة لوظيفتهما للمرافعة والحكم عليهما باسترجاع مبلغ البطاقة والحكم لي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني حيث أقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامات المدعي مصطفى نوزاد عارف يوم 17 ثلاثة اليوم 2019 قدم دعوة رسمية ضد وزير الشباب الرياضة ورئيس اتحاد الكرة سيد عبد الخارق مسعود وضد وزير الشباب الرياضة أحمد العاني أحمد العبيدي أحمد العاني والله تاهد علينا المهم أو أحمد رياض لأنها سوى يعجب اسمه أحمد رياض خلص أنه هذه الدعوة هي مثل ما تشاهدون الآن رفعت ضد أول مشجع عراقي من 60 ألف واحد اشتروا تذكرة هذا أول واحد يرفع دعوة فالبقية يمكن رح يتشجعون اليوم ويرفعون أيضا دعاوة قضائية ضد وزير الشباب واتحاد الكرة